اهلا بكم من جديد أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من العام 2017 حيث يجتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير بالإضافة إلى الميزان التجاري المزيد من التفاصيل المشاهدين في التقرير التالي ذكر تقرير إحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات بنسبة 21% وبلغ الميزان التجاري 641 مليون دينار مسجلا ارتفاعا في قيمة العجز في الربع الثاني من عام 2017 وبالنسبة للواردات خلال الربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 8% وبلغت نحو مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليون دينار مقابل مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار لنفس الربع بالعام السابق وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت مائة وثين وخمسين مليون دينار تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 128 مليون دينار بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت ثمانية وثمانين مليون دينار وأما بالنسبة للصادرات وطنية المنشأ فقد ارتفعت بنسبة 4% وبلغت خمسمائة وسبعة ملايين دينار مقابل أربعمائة وثمانية وثمانين مليون دينار لنفس الربع من العام السابق واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة مائة وثين وعشرين مليون دينار تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة سبعة وسبعين مليون دينار بينما تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة واحد وستين مليون دينار أما فيما يخص إعادة التصدير فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة واحد وعشرين بالمئة وبلغت مائة وخمسة وعشرين مليون دينار مقابل مائة وتسعة وخمسين مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير التي بلغت قيمته أربعة وخمسون مليون دينار تليها الصين بقيمة واحد وعشرين مليون دينار ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها خمسة عشر مليون دينار أعلنت محافظة العاصمة عن إطلاق أول معرض لحقوق الامتياز التجاري والمطاعم في مملكة البحرين تحت شعار عزز بصمتك العالمية في أسواق الشرق الأوسط وفي مؤتمر صحفي خاص بالمعرض تم الإعلان عن المعرض الذي تنعقد فعلياته في التاسع والثامن من نوفمبر بتنظيم من شركة كويك ميديا سولوشنز وجمعية حقوق الامتياز التجاري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافا ودعم من محافظة العاصمة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وصندوق العمل تمكين وقد سلط حفل إطلاق المعرض الضوء على فرص وأفاق الأعمال الكبيرة والتدريب والتواصل والفرص التي يوفرها المعرض لعرض المنتجات والخدمات المختلفة للشركات المشاركة مع التركيز وبشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخطط للاستكشاف والدخول والاستثمار في قطاعي حقوق الامتياز التجاري والمعارض هذا المعرض له أهداف في خدمة رواد الأعمال المتوسطين والصغار وذلك يتلائم مع أهداف محافظة العاصمة في دعم هذه الشريحة وخاصة الشباب منهم نحن كنا ننظم نفس المعرض في دول أخرى ولأنه أقبال كبير أنه يقام هذا المعرض في البحرين ذلك لتشجيع رواد الأعمال في البحرين حيث أنه تمت أفكارهم تتناسب مع نظام الفرانشايز وتطوير من عمالهم مثل المطاعم مثل الخدمات فنقدم لهم حلول متكاملة أن يطلعون بأعمالهم إلى خارج مملكة البحرين سوق الامتياز التجاري تقريبا 23 مليار في دول الشرق الأوسط حصة البحرين ضئيلة ونشوف أنه ممكن تتنمى هذا الصناعة اللي موجودة عالميا بشكل عالمي من حقوق الامتياز ويكون البحرين تكون لها دور في تكميل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة البحرين ونوض بها خارج المملكة إن شاء الله وقعت مجموعة البركة المصرفية مذكرة تفاهم مع المصرف الليبي الخارجي للتعاون والعمل المشترك في كافة المجالات المصرفية وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع أساس وإطار عمل وثيق يتمكن الطرفان من خلاله من تفعيل المبادرات المشتركة والأنشطة المصرفية كذلك أعداد برنامج للتعاون التقني في المستقبل كما تتضمن المذكرة تبادل المعرفة من قبل مجموعة البركة المصرفية بما يعود بالفائدة على المصرف الليبي الخارجي في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وتعزيز التعاون في نطاق عمليات البنوك المراسلة والتمويل التجاري بين المصرفين والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل النشرة ومشاهدين مع فقرة البورصة ومع إغلاق البورصات الخليجية لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ بالسوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 7200 نقطة من خفاض طفيف بلغت نسبته 0.38% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6845 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.19% ونأتي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4524 نقطة من خفاض بلغت نسبته 0.39% أما بالنسبة لبورصة البحرين فقد أغفل المؤشر العام عند مستوى 1337 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.23% وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و248 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 354 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 46 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 68.7% من القيمة الإجمالية للأسهم كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة لهذا اليوم ما نسبته 0.28% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة